اليوم غادي نشوف معاك ماتخ عيسام الدودي مستارات الإفراغ بسبب تغييرات المكان دابا انت كريتي لي مثلا أنا بخطمان وانا مشيت لعبت فيه هرست وهدمت وصبغت ورونت بلا ما ناخد من عندك الإدن شنو العقوبة صباح الخير عليكم أولا وصباح الخير للسادة المستمعين ديما نبغي أن نرجع لواحد مسألة هو ياسمين مني كان نقول لها تغييرت المحل كديرنا تتخلنا الصباغة باش نعاود ونذكر المستمعين على أن الأعمال ديال الزيناء ذكرت نفع المؤمنين أعمال ديال الزيناء لا تعتبر موجبة للإفراغ وشنو هي لي كتسب أعمال زيناء يا بحل قلت الصباغة ندير القبص الجليج ندير الزليج لا تسمح لي ديال القبص وديال الجليج أنا مثلا أنا مثلا كريت لك أنا بخطمان نعم دكار أنا أنا بغيت مونا بخطمان مني ماليست ما بغيتش القبص في الثقف ما بغيتش جليج بالألوان أمي نكون خرجا نهدم نعم مش شي سغيوز نعم حيث الأمر هذي قابلة التغير في ساعتها لا ولكن قابلة التغير مش في ساعتها لا فمح لي قابلة التغير شكل أغي يغير وش نتالي كريتي من عندي ودرتي هذك شي ولا أنا حيث داري ولكن أنا ما بغياش هذك تغير يكون في داري مثلا ندتي للقبص هنا جيت نغيره رخصك تطيح نتالي ملزم تغيره لأن القبص أولا ما كيمش بالأساسات ديال المنزل ما كيمش بالحائط ديال دوك اللي سيبت بارسونيكين في الدار فواصلكين في الدار ما كيمش بالبلون أنا نقول لك القانون الجانب هذي النقطة هذي ماشي ماشي عاديل لا عاديل أنا نقول لك عداش لأن المشريع فاش هذر على التغيرات اللي كتمثل المحلات السكانية هذر بالضرور على التغيرات اللي كينفى في تصميم ديال المنزل مثلا المنزل في ثلاثة ديال الغراف وفي نافذتين أو ثلاثة وفي واحد الشرفة إلى آخره حنا نجينا وذيك الشرفة سديناها بنناها بالحيات ودرنا فيها درنا فيها الياجو روسي منها إلى آخره أو لذيك نوافيد دينا جج نوافيد وخلينا واحدة حنا راك دخلتي في تغير معاني من المحل هنا أما القبصرة يدرغي بطريقة فنية لا يطورش من نكتها بسطحية لا يطورش من أساسات في هذا الحالة هذه بحالة التي سيخرج بوحده هذا يعمل الشهر ويعمل شهر ويعمل واحد الخيبرة أقول له أنت رجع تلك في واحد الحال وأنت رجع تلك في واحد الحال وانت رجع تلك في واحد الحال وإذا لم أعطيتها لك كيف يصلح على نافقته وكتحكم لي المحكام حسنا هو يخلص جميعنا فقط الإصلاح بها بلحق خاصة كيكون عندك دلائل لا احنا كان قلنا خاصة عمل الخيبرة عمل الخيبرة ولا يدير واحد المحضر معيانه عن طريق مفوض قضائي أنا نرجع لك لواحد المسألة قلتها في الحلقة السابقة هو أنه من الأفيد أننا باش نجيو نكريه ونعملوا واحد ليطا دوليو واحد الوصف ديه واحد الدار كيفاش كريت هذي واحتف المدوانة ديه واحتف الظاهر المنظم لكلا المحلة السكانية كيقول لك من المستحب أنه في عقد الكرة نوصفه ماشي من المستحب؟ لابو كينا من الواجب نوصفه ديك العين لمكتارات أنا كريت لك الشقال التي تحتوي على غرفتيني وشرفة وإلى آخرين باش في حالتي ما وقع واحد تغير في ذاك المحل هذيك نمشي وديك الساعة وديل واحد محضر معيان قوله أرى تغير أنا هكيفاش كريت لك الدار وانتا كيفاش رجعت هذي وديك الساعة كيكونوا من البيين الأسباب الموجبة للإفرق الآن الإفرق هدمنا الحيوط هين هدمنا الحيوط المستارة المنتبع شاه صافي هدمت هدمت هدم صافي بدون إذن المكري ماخدت فرحان الإذن دي المولده هدمت الحيوط جموا الدار القدر دياله ماشية هذيك أول حاجة إلى الساطع يعمل واحد محضر معايانة معاون قضائي عاون قضائي يعمل واحد محضر معايانة سلام جيت يشوفك عاي المحل ويصوره وخص مولده يعطينا المحل كيفاش كان في الحالة السابقة لعنده شي تصميم شي تصميم هندسي ديال ديك كيف ندخل هذك العاون القضائي بزيز مني؟ هذي نقطة هذك العاون القضائي لاجك يدخل بأمر ديال المحكامة أمر رئاسي كيكون صادر على السيد رئيس المحكامة في إطار الأوامر البنية على طلب ديال المداميو 48 ديال المستارة المداميو وإلى امتنعت؟ كيف تدخل ديك الساعة في واحد المتابعة أخرى اللي هي تحقير مقرر قضائي هذا أمر صادر بإسم جلالة المالك حكمة المحكامة بأن المفوض القضائي ينتقل الشقة الوالد عنوانها في ذاك الطالب هذك باش يجري واحد المعاينة على المحل تمام جيتين تي ومنعتين ما عندكش الحق بحل انتيا كاتمتنعي تنفذي أمر ديال المحكامة وأمر محكامة صادر بإسم جلالة المالك لك الساعة ممكن الملدار يتابعك أمام السيد وكيل المالك ويقول له السيدة هذي رمتنعي في تطبيق يعني كتسمى المتابعة ديال تحقير مقرر قضائي ويعيطولك الشرطة ودخل العاون ثاني في مستارة أخرى اللهم من الأحسن الواحد ينصع لهذا الأوامر وهذا الأحكام الرئاسية قلنا منك يدخل ذلك العاون ذلك المفوض قضائي وكيدين ذلك المحضرة معينة وكيلتك تبعت الصور ذلك الساعة ما على المكري إلا أن يوجه انضارا للمكتري داخل أجل ثلاث شهور يعني موفي بالتالي حيث أنك ركرت لك الدار في حالة مفلانية وانت رجع تالي في حالة مفلانية وذلك بناء على المحضرة اللي قام بها المفوض القضائي وهذا تصور شمدرت لي في الدار ديالي لذلك أنا كنعلمك باش تخوي لي الدار ديالي داخل أجل ثلاث شهور ويساعدتها الظاهر المنظم الكيراء المحلات السكنية أنا غانتحي واحد المزدوجتين هنا هيكونوا البعض كيتساءلهم علاش ما كان نذكرش أرقام الفوصل وأرقام الظاهر وأرقام هذه كان بغين نقول على أن هاد الفقرة ديالنا موجهة القاعدة وموجهة يعني كن بغين نقربك طرم المستامع هل تجعلك كريتيك؟ لا أنا كاراجو القانون كنقول ما الأفضل يكون دك شي مدون بالفوصل وبالمادة وبالظاهر إلا بديناك نهضروا بالفوصل وبالمادة وبالظاهر غادي نبعدوا على القاعدة والناس اللي يستوعبوا تشهادة هم ناس مختصين محامون موثقون قوضات المواطنين اللي عندهم واحد ثقافة قانونية أنا كنظن غير غان نهضر غادي يفهموني ولكن المواطن البسيط عامة الناس صحيح عامة الناس اللي بغين نتحدر معها بالفوصل وبالظاهر بحل لك تدخلوا في واحد وابلا ما تبشي العامة الناس أنا وياسمين أقرب الناس لذلك أنا كنتجنب هذا الأمر هذا وكان نبغين ننزل القاعدة تبسيط الأمور نعم لأن الفوصل الرا مدونة غادي نشري والظاهر غادي نقراه الفوصل فلان فلاني كيقول كده وكده وكده لذلك أنا كنفضل أنني نبسط ونشرح كده جاء المفوض وطلع لي ما قلته الآن حالا وقررت أني أنا ندخل في موصلحة مع الطرف الآخر ونقول له قبل ما تسالي هذا المدة ديال ثلاث أشهر شنو رأيك أنا نعيد المحل ديالك كسابق عهدي ونرجع الجدران اللي هدمت خليني في الدار ديك الساعة كيبقى ديك الساعة كيبقى الأمر في يد ملمح هو عنده الحق يقبل أو لا عنده الحق يرفض لأنك إنتياء ذاك الفعل اللي موجي بالإفراغ ارتكبته وهو تبتعليك بواسطة محضرة ديال مفوض خضائي وتبتعليك بواسطة أمر رئاسي صادر عن سيد رئيس المحكام أنا رمجة واحد المرحلة في هذه المستارة تقدر تغير من الأمر شي حاجة اللي هي قلنا بعد فاوات الأجل ديال ثلاث شهور وانت ما أعطيتينيش للمحل ديال ما جيتش وقلت لي يا الشريف أنا فعلاً رادرت التغييرات هادو هكا سيدي هادر أنك اللي تازم بالإنظار للسفترية هكا سورتاتك هادرك اللي فرقنا معك بلده مازيين ديال ثلاث شهور والسيد ما رجعش للمحل المولى ديال الساعة الملدار ملزم أنه يمشي للمحكامة ويرفع دعوة صحيح الإشعار بالموصى دقاء على هادك الإنظار والإفراغ ديالك السيد هادك هي اللي من نجي القوى العمومية مثلاً لا باقي هادك ثالث نفيد هادك عاو ثاني يفي المباقي مازال مكنش يفي المباقي طويل محلي قمنا يا الله سنينها ثلاث شهور ديال الإنظار أنا غير نرضي هاد ثلاث شهور هذي راها كيف يفرضها عليك القانون ماشي نقول وانا نعطيها شهر وانا نعطيها عشترية ولا بززاب عليها ثلاث شهور لا ثلاث شهور بموجب القانون خطيك تعطيها في المحلات السكنية ندي ما كان قول هذا الأمر هذا حيث ما كان روش على المحلات التجارية حيث عندها ظاهر منظم لها وعندها أجل منظمة أخرى إذا ثلاث شهور على وجه الإلزام خصت تكون هذه المدة ثلاث شهور قندخلو ديك الساعة لم يستطيع المحكامة التقاضي أمام المحكامة كل واحد يدلي بيدل ويف هذا الأمر هذا مني كان نجيب المحكامة خاصني نديل الحكم ديالي نديل الطلب ديالي بوسائل إتبات موضوعية وكثر من عود قضاء المحضر خاصني يكون عندنا الإنظار تبلغ في واحد الأجل وفعلا دستعلي الأجل ديال ثلاث شهور عد ممكن نرفع ديك الدعوة هذيك كان نجيب المحضر ديال المفوض قضائي اللي فيه السوار وفيه التغييرات اللي وقع وممكن نعطيه الأمر لأصحاب الاختصاص اللي هو هيئة المحكامة باش تبتتفضل الأمر هذا وكم تصل للمسألة البدل ما كان لأنه هنا يالك كان السبب الموجي بالإفراغ واضح ومتسمتش فيه شي منازع أولادي مين بحطة الشور كنت حكام الميلة والطرف الأخر اللي قال على أنه سيشرد وأبناء سيشرد دائما رجعوا عاو تنين سؤنية في التقاضي الاخور غيبقي تشبتنا بشي أمور أنا فين غنم شي أنا هذي كنقول أن القانون ما كيضمن لكش هاتش هذا القانون رتكبتي واحد الفعل كيوجبك لأي فرقصك ترجع الدار للموالية واذين عليك كنسمعوه محلي كيوجبك لأي فرقصك تشبه هادي مستهرة التفريغ لأنه كيوجبك لما كنتش غا تحتاج كساكن هادك ليساكن فيه أولا منك لأذك المحل ديالي الله يجعلون عندي العشرة ديالي يكون عندي قانون الملكيه حق الملكيه مضمون دسوري نمتالك حتى المدينة كاملة هذك حقي عطاه لي القانون وعطاه لي الدسور أما باش أنني كلمتالك حاجة أخرى هذي كين في واحد المستهرة اللي هي الحتياج خصنا لي واحد الحلقات شوية ولكن في الحالة اللي كتدير انت واحد الفعل كيوجب عليك الافراغ واخي يكونوا عندي عشرات ديال المحلات لانك انت اللي درتي الفعل اللي كيوجب عليك الافراغ ما جيت انا افرغتك بلي شو ديالي انا ولدي احدى المدرسة المدرسة احداهم مزيان وديك سعر للأخص خسار بالقانون قبل ما كنتي تهدمي وتبدي تطيحي في الحيوط والطيحي في السواري وتبدلي في شراجم وإلى آخره السلام عليكم الله يخليك رب بغيت نوسع الصالون رضيقت عليها وش ممكنها سيدي نبني الى آخره ولكن واحد شو اسمح لي أستد وش هاد هاد شي كاين حيث مثلا واحد كاري دار لا علاشي فاين فيستيخ فيها هما مش حيوطوا نبغي نقول الياسمين على ان الكراء المعدة السكناء هو المفترض فيه هو كراء طويل آمد واحد راكي يكري وكي يسكن باش يستاقر مش بحل المحلات تجارية مثلا ولا محلات مهانية ولا غادي نسكن خسين الساقرة نقدر نبقى عشترة سنين عشرين عام ثلاثين عام الى آخره أم كي ينلح يعني الضار قد ضيق على بعض الناس كي بغي يصلح أولا كي يقول لك هاد الحيث ما عاجبنيش هنا يا انت غي كاري لا واد الحيث ما عاجبنيش هنا يا انت غي كاري لا واد الحيث ما عاجبنيش ضيق عني يا الكوزينا صغيرة بيت نوسع يعني كيدخل في شي شو بوقات اللي هي غير خانونية اللي هي غا توصلوا بشي نتائج لا تحمدوا عقباها بحل اللي قالت وانقول وافين غا نمشي على أولا دي المدرسة قريبا ليا واقبل ارى لي ما كي عارفش سقصي حنا هذا والدور دي الندب احنا كنوعيو الناس قبل انت ما تبدأ تهدم سير عند مولدار واعطاك الاذن وكاين نقول بساف ديال المكرين هاد الأمور ديال الإصلاحات ركا تعود عليهم تومة كذلك بنفع كنقول رك يزيد لي واحد القيمة مضافة للسكنة دياله رمشي كي هتدملو منه او لك ينقص له من القيمة دياله ماتخي عيسام داودي مرسي بكو دافوري تافيك نو نتلقاو الأسبوع المقبل ان شاء الله يوم الخامس المقبل ان شاء الله بون جور نافو مرسي اشتركوا في القناة